في مرة يسوع المسيح كان موجود في أريحة وعرف في وجود المسيح أعمى وهذا الأعمى اسمه بارتماو صرخ يا ابن داود ارحمني وقف يسوع وسأله ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال له يا سيد أن أبصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد لاحظ أن المسيح تقدم واقترب إلى الأعمى ودعاه إليه لم يبتعد عنه أو يقول للتلاميذ أن يتركوا أو أن يبعدوا عنه فالمسيح محب للناس مرة أخرى في واحد كان أبرص نجس قال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني كان تعبان من حياته تعبان من نجاسته لا يستطيع أن يعانق زوجته لا يستطيع أن يرى أولاده ينبغي أن يكون مبتعد عن الناس ينبغي أن يصرخ نجس 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 وإذا اقترب في مسافة معينة الناس ممكن ترجم وتتخلص منه ولكن المسيح اقترب إلى هذا الأبرص لأنه قال تعالوا إليه وهذا الأبرص طهر من برصه في مرة في ليلة عنا في ليلة فشل بطرس حاول أنه يصطاد السمك وكل الليل ولكن كل محاولاته باءت بالفشل في الصباح جاء يسوع وكان يكرز من سفينة بطرس ثم قال لبطرس أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد أجاب بطرس وقال له قال لي يسوع يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطد شيئا إحنا جربنا الصيد هو بالليل مش في النهار وإحنا حاولنا عندنا الحكم وخبرة السنين لكنه قال قد تعبنا الليلة كله ولم نصطد شيئا لكنه قال ولكن على كلمتك ألقي الشبكة لأنك أنت تكلمت يا رب يسوع وفعلا دخلوا إلى العمق وصادوا وملأوا سفينتين كاملتين وبعد هذا الصيد الوفير تركوا السفن وتابعوا يسوع المسيح قال على كلمتك لأنك أنت اللي تكلم في مرة أخرى أحباء قائد المئة الروماني لم يكن من شعب إسرائيل أرسل وراء يسوع ثم القائد نفسه اقترب وقال ليسوع المسيح يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت صقفي ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي لأنه أنا كمان قال القائد أنا تحت سلطان أقول لهذا اذهب فيذهب لهذا تعال فيأتي إلى آخره فقال يسوع المسيح نطق الكلمة وشف يا غلام من مسافة أي كلام يتكلم في يسوع المسيح هو كلام مغير كلام مبرر كلام محرر كلام فعلا فيه قوة عظيمة جبارة لا تقهر ولا تتراجع إلى الوراء لأنه المسيح قال هذا الشيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر